رأيك ايه في منتخبنا الوطني أمس ويهي أكتر حاجة لفتت نظرك؟ أول حاجة طبعا مجروك لمنتخب مصر 3-0 نتيجة كبيرة على منتخب كبير عانينا قدامه من فترة مش عاوز أتكلم خالص على أي سلبيات بمين إحنا كسبنا وكسبنا 3-0 عاوز أتكلم على حاجة حلوة في منتخب كابتن حسام حسن وبتفكرنا بكابتن محمود الجهري وهي الكهر السابتة قبل ما كابتن حسام حسن يمسك قلنا إن هتبقى من أهم الصفات اللي موجودة في منتخب مصر هي كهر السابتة تعال نتفرج ونشوف كابتن حسام حسن واخد إزاي كل حاجة فعلا في فترة السابتة ده من الكابتن محمود الجهري هنرجع لسنة 2001 والشورت باس اللي اتعمل لمحمد عمارة لحمد حسام ميته مصر والسنغال واحد سفر في استدقاء إيه اللي حصل هنا؟ الراجل جه سلم الشورت باس وقام محمد عمارة لعب الأوفر لحمد حسام ميته ماشي؟ هنا النادي المصري مع نادي زمال كابتن حسام حسن شورت باس وبعد كده يلعب الأوفر كرة اللي بعدها نفس الكلام بالزبط هتلاقي اللعيب بتاع النادي المصري جه وقام مسلم الراجل الباس ويلعب الأوفر والجرينده كانت قريبة جدا من الجون ده كل ده كابتن حسام حسن وكابتن محمود الجهري الكرة دي ده جون مصر في كرواتيا بص اللي حصل محمد هيني برضو استلم الكرة شورت باس ولعب اللي محمد عدمين عموادي جون تعال لبقى نتفرج على ماتشن بار بالزبط تعال لفرج على ماتشن بار قدي محمد صلاح هيلعب الكرة لزيزو الراجل بتاع كاب فيردي مدرب كاب فيردي لحظة واحد عارف كويس أول مصر يلعب الشورت باس بس بقى كانت حسام حسن عمل حاجة جديدة زيادة لما جاب مران عطية هنا ايه بقى اللي حصل؟ اول مصلاح لعب الكرة لزيزو نكمل الكرة لبعدها زيزو هيلعب الباس لمين؟ لمران عطية فالراجل اللي مفروض كان واقف او عامل بلوكة على زيزو هيروح لمين؟ لمران عطية صلاح هيعمل ايه؟ خد الراجل وراح علشان مران عطية يرجع الباس تاني لمين؟ زيزو اول بقى ما بباس يرجع لزيزو نكمل بقى اول ما مران عطية يلعب باس لزيزو بقى زيزو لوحده قدي عامل شورت باس من نفس المكان اللي بتلاقي بينه ام جاي زيزو الاوفر نموذج كالعادة اكرسي بنسبة 100% دقة الاوفر قدي زيزو لعب الاوفر طلع رامي ربيعة بمنتهى القوة في الجنب والتيك اوف واحرز الهدف من هدف نسخة تكرار من ايام كابتن محمود الجاري للكابتن حسام حسن مع الاردن ومع المصري والحد منتخب مصر مؤظم وفي كورة كمان تلعبت على فكرة كريم لو تفتكر لها تلعبت لبرا وصلاح امساندة لتريزيجيه انا سقفت تسقيف عبكوا دي حلوة حلاوة كل ده كابتن حسام حسن حلوة حلاوة فيعني لازم والله لازم الراجل ده ياخد حقه في الحبتة دي بالذات مش في بدي بس في حالات كتيرة والله يعني بس يعني كل واحد عنده وجهة نظر نصبر يعني انا شايف كسبنا كاب فيردي 3 صف في الوقت اللي انت كنت بتتعدل معاه بنص 60 في كاس ام افريقية من 3 شهور